بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد صياما مقبولا افطارا شهيا على مدار ايام شهر رمضان المبارك يسأل بعض الاخوة والاخوات كيف وصل فلان الى الالحاد وكيف اصبح فلان ملحدا يعني كيف اصبح ملحدا وقبل الالحاد كان مسلمان كان يصلي كان يزور كان يقرأ القرآن وفجأة تحول فلان الى الالحاد وكيف يتحول الانسان الى الالحاد ويكون ملحدا رجاء استمع رجاء استمع الى اجابة النبي صلى الله عليه وآله كيف يتسلسل في كلامه بشكل سلسلة رائعة جدا ويخبرك كيف ان الانسان ينتقل من الايمان بالله والايمان برسول الله والايمان بالامام عليه السلام كيف ينتقل من هذه ويخرج من ولاية الله ويصل الى الالحاد ويكون ملحدا ما هو السبب لذلك علينا ان نحذر جميع اولادنا في هذه المسألة وعليك ان تتابع اولادك هذا تحذير النبي صلى الله عليه وآله لكل شخص ينهمك في المعاصي ويستخف ويتهاون في مسألة الاستغفار والتوبة فرجاء ان استمع الى النتيجة قال النبي صلى الله عليه وآله في كتاب الكافي الجزء الثالث صفحة 358 الحديث الرابع قال النبي صلى الله عليه وآله يا عباد الله احذروا الانهماك في المعاصي والتهاون بها فان المعاصي تستولي على صاحبها حتى توقعه بما هو أعظم منها احذر الانهماك في المعاصي 24 ساعة انت تعصي الله وتستخف في مسألة التوبة تتهاون في الاستغفار والرجوع على الله يقول فان المعاصي هذه تستولي على صاحبها حتى توقعه بما هو أعظم منها فلا يزال يعصي ويتهاون ويخذل ويوقع نفسه فيما هو أعظم مما جنى حتى توقعه المعاصي في رد ولاية وصي رسول الله علي بن أبي طالب الإنسان يستمر في المعصية وإذا بهذه المعاصي تستولي عليه وتخرجه مرتدا عن ولاية وصي رسول الله علي بن أبي طالب ثم تدفع نبوة نبي الله محمد ولا يزال أيضا بذلك حتى توقعه المعاصي في دفع توحيد الله والإلحاد في دين الله هذه المعاصي تجري 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 من دون استغفار من دون توبة من دون بكاء فأول شيء يسلب منك تسلبه منك المعاصي هي ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام ثم بعد ذلك تدفع عنك النبوة ثم بعد ذلك تدفع عنك التوحيد وتصبح ملحدا فإذا ما رأيت جارك ملحدا رأيت أحدا من أهلك ملحدا إذا رأيت أي أحد وسمعت بأي أحد بأنه أصبح ملحدا فأعلم إنه وهذه النتيجة كانت البداية هي الإنهماك في المعاصي والتهاون في مسألة الاستغفار حتى استولت المعاصي عليه وأوقعته بما هو أعظم منه أخرجته من الولاية ثم دفعت عنه النبوة ثم أوقعته في دفع توحيد الله ثم أصبح ملحدا فعلينا تحذير الأولاد دائما وأبدا من هذه التيارات من هذه الأفكار أن نبعدهم عن معصية الله أن نشجعهم دائما على مسألة الاستغفار وراء كل معصية وراء كل ذنب وكذلك الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة الأمر مهم جدا جدا يعني هل سيدا عرفنا الآن أصبح الأمر واضحا إذا رأيت فلان ملحدا الآن أصبح الأمر لديك واضح كيف أصبح ملحدا ولماذا هو أصبح ملحدا وتقول بأن فلان كان جيدا وكان مؤمنا وكان مصليا وكان كذا كذا النبي صلى الله عليه وآله أوضح ذلك بعبارة واضحة لأنه كان منهمكا في المعاصي ويتهاون بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام